وجه طيب يفيد بالأموم لا تخطئه عين المشاهد وصوت عميق ورخيم متفرد في صدقه وتعبيراته التي مثلت أعظم الأدوار التراجيدية في المصرح والسينما على مدار عقود طويلة بل وتفوقت على نفسها في دورها الكوميدي بمصرحية إنها حقا عائلة محترمة إنها سيدة المصرح العربي الفنانة الراحلة أمينة رزق التي يوافق اليوم ذكرى رحيلها الحادي والعشرين في سطور التاريخ الفنية تظل أمينة رزق واحدة من أبرز أيقونات الفن العربي تلك الفنانة التي ارتقت بألقاب سطعت في سماء الإبداع راهبة المصرح وعذراء السينما وأم السينما واليوم نحي ذكرى رحيلها الحادية والعشرين التي تصادف الرابع والعشرين من أغسطس بعد أن رحلت عن عالمنا في عام 2003 عن عمر ناهز سلاسة وتسعين عاما تاركة وراءها إرسا فنيا يتحدث عن نفسه بدأت أمينة رزق مسيرتها الفنية في عام 1922 حيث وقفت لأول مرة على خشبة المصرح بجانب خالتها ضمن فرقة علي الكسار لكن انطلاقتها الحقيقية جاءت في عام 1924 عندما شاركت في مصرحية راسبوتين مع فرقة رمسيس التي أسسها الفنان الكبير يوسف وهبي عميد المصرح العربي من هنا بدأت رحلتها الفنية المذهلة التي امتدت لسابعة عقود حافلة بالعطاء والتألق سكنت أمينة رزق قلوب محب الفن بأدائها الرائع حيث شاركت في أغلب مصرحيات فرقة رمسيس وأسرت السينما بأدوارها المتنوعة ورغم حبها العميق ليوسف وهبي لم تكل القصتها بالزواج منه لكنها أصبحت جزءا لا يتجزأ من كل عمل قدمته في فرقة رمسيس والأفلام التي أنتجها من بين أبرز عمالها المصرحية في السبعينيات السنيورة وإنها حقا عائلة محترمة التي قدمتها مع مالقة المصرح فؤاد المهندس وشويكار وكان آخر ما قدمته على خشبة المصرح يا طالع الشجرة لتوفيق الحكيم إلى جانب الفنان أحمد فؤاد سليم على الصعيد السينمائي تجاوزت أفلامها المئة والسلاسين حيث أثبتت براعتها الفائقة في تكسيد أدوار الأم في أفلام مثل بائعة الخبز وبداية ونهاية ودعاء الكروان مما جعلها تستحق عن قدارة لقب أم الفنانين حازت أمينة رزق على العديد من الجوائز والشهادات التقديرية تقديرا لإبداعها في كل من السينما والمصرح حيث سلطت الضوء على موهبتها الفريدة وإرسها الدائم وهكذا تظل أمينة رزق واحدة من أعظم أعمدة الفن العربي بما تركته من بصمات لا تمحى على السينما والمصرح رحلت جسدا ولكن أعمالها ستظل خالدة في ذاكرة كل محب للفن والثقافة إن إرسال فني وإبداعها الخالص يظل شاهدا على عبقريتها ويستمر في إلهام الأجيال القادمة